متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسوا اجدامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس بيش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية بعد اصدار البرح عامية قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إذاع في السجن في حق رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس لحبيب الترخاني في تصريح إذاعي وقال المحامي نافع العريبي محامي عبير موسي قال بعد خمس ساعات من التحقيق أصدر القاضي التحقيق قرار إداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرق التلحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى واستمر التحقيق مع موسي لساعات طويلة بينما تجمع أنصارها أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالبوا بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد وأفادت اليوم معلومات حصرية من إذاعة مزيكة فهم أن بطاقة إداع بالسجن صدرت اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في حق السائق الخاص لرئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهمة انتحال سفة عون آمن وأفادت المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذينة أول أمس الثلاثاء لأعوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالاحتفاظ بالسائق الخاص لرئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي وذلك من أجل انتحال سفة أمني وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي وعضو المكتب السياسي للدستوري الحر علي لبجوي اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 بأن ملف عبير موسي يحتوي على عديد الإخلالات والخروقات الإجرائية حيث في البداية تم احتجازها بشكل غير قانوني ثم صدر ضدها قرار بالاحتفال من قبل جهة غير مخولة قانونا وأضاف لبجوي أن المحذر تضمن معطية خاطئة ومزورة وسيكون محل شكاية مستقلة ضد كل من سيكشف عنه الباحث بشبهة تدليس محاضر رسمية وأشار المتحدث ذاته في تصريح لإذاعة ديوينة فيم أن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعرضت للعنف أثناء نقلها من قرطاج إلى المركز الوطني بحلق الوادي